الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا به الفرد الثاني من الدورة الأولى طبعا اللغة العربية القسم السادس ابتدائي إذن طبعا أداء الفرد الثاني طبعا 2021-2022 نشرع على بركة الله خذوا يا أبنائي طبعا ورقة وقلام وضبط الوقت حوالت قريبا ساعة ونصف ثم أجيب على الأسئلة التي سأمدكم بها ثبعا سترون وبعدها قارنوا إجاباتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها إن شاء الله إذن عدنا أولا القراءة والفهم عدنا واحد نص كان أبو علي سافر وأخاه إلى الصين فقدماها مرة فقدماها إلى الصين وكان يحكمها آنذاك إمبراطور ذو قدرة وخلق عظيم وقد أصيب بسمعه فبكى يوما بكاء شديدا فحثه جلساؤه من ذوي الحكمة والمعرفة الواسعة بأمور النفس على الصبر فقال أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي ولكني أبكي رجلا أبكي رجلا ذا مظلمة بالباب يصرخ ولا أسمع صوته ثم قال أما إذا ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس ألا يلبس توب الأحمر إلا كل ذي حاجة عندي ثم كان يركب الفيل طرفي النهار وينظر هل يرى مظلوما بين الناس فيستدعيه إلى قصره ويأمره أن يكتب شكايته ثم يقرأها يصدر في شأنها نعم هذا النص قروه يا أبناء الأعزاء نقدر لكم اقرأوه نود حمزيان اقرأوه أكثر من ثلاث مرات ها هو اقرأوا النص أكثر من ثلاث مرات نعم نعم حاولوا أن تقرأوه أكثر من ثلاث مرات يعني أوقفوا طبعا تشغل الفيديو واقرأوا النص ثلاث مرات بعدها نعم حدد أسلوب النص مما يالي واش أسلوب حواري أم أسلوب تقريري أم أسلوب سردي نعم مش أسلوب حواري أم أسلوب تقريري أم أسلوب سردي هنا ضع على مأمم وردي في كل كلمة قدماها 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 مر بها أم مكثى بها أم جاءها نعم حثه أعجله وجعله يسري أم حضه وشجعه إذن سؤال الثالي ما الصفة التي تصفها الإمبراطور إذن ما هي الصفة التي يتصف بها الإمبراطور نعم حدد القيمة التي يدعو إليها النص مما يالي والرحمة والشفقة التشاور والنص أم العدل والإنصاف أم العدل والإنصاف أختاروا العنوان المناسب للنص مما يالي الصفر إلى السين الإمبراطور الأصم أم الإمبراطور العادل نعم ضعوا هنا بالنسبة الفهم القرائي من مورا سيأتي طبعا الصرف والتحويل وآخر إذن بعد ما تقوموا إنجاز هذا القراءة والفهم سأمدكم الآن طبعا بالإجابات إذن هالإجابات طبعا حد أسلوب النص طبعا فهو أسلوب سردي يحكي لنا ضع عنوان أمام مورادي في كل كلمة قادماها يعني جاءها أي جاء إلى الصين حفاه بمعنى حده وشجعه حده بمعنى حده وشجعه ما الصفة التي تسف بها الإمبراطور ذو قدرة الصفة التي تسف بها طبعا الإمبراطور من خلال النص ذو قدرة وخلق عظيم حد القيمة التي يدعو إليها النص من يوش الرحمة والشفقة أم تشاور النص طبعا تمييز طبعا إذن يدعو النص إلى العدل والإنصاف العدل والإنصاف فنجد في النص ينظر هل يا مظلوما بين الناس إذن فهو يقوم بالعدل أختار طبعا جاوبنا على هذا الآن طبعا سنمر إلى الصرف والتحويل نعم ضع خطا تحت الفعل الناقص الفعل الناقص طبعا وهو الفعل المعتن ناقص هو الذي طبعا الحرف الآخر من الحرف الأساسية يكون حرف علا بحال مثلا سعى جرى مشى قضى سمى هذا كسم فعل ناقص يملكه الرجوع الماضي هو ملكة إذن ليس بناقص ما هذا ليس بناقص نما هو عنده الآخر حرف علا هذا هو الفعل الناقص يصل حول الماضي وصال فهذا ليس بناقص وإنما مثال سعى عنده ألف مقصورة في الآخر فهذا فعل ناقص زاد هذا دول حرف العل جلوس هذا فهو أجوف يرى نعم رجوع الماضي هو رآ رآ فهو عنده حرف إلا إذن فهو ناقص يغرس رجوع الماضي يغرس غرس إذن هذا سالم ليس بناقص جلوس هي عنده ألف مقصورة فهذا ناقص ها عندنا الإجابات طبعا بعد هذا أسند فعل أتى إلى الضمائر الآتية في المضارع إذن ستقومون بإسناد فعل أتى إلى الضمائر طبعا أتى أنتي عندنا فعل أتى في المضارع أنتي تكملوها أنتما هم أنتم من مراء عندنا هنا الكلمة وزنها قادم مع الشكل تفتح مقلام وزنها استغفر رمح طمآن ثم أكمل ملء الجدول مسافر سافر فهذا أحرف الزيادة سنقبح عليه ثم نعطي وزنها سافر ثم هنا بكا إذا كان في حرف الزيادة نكتبه ثم نعطي الوزن لها إحمر 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 إذن سنجيب على إذن الفعل ناقص نما ساعة يلا ثم جرا وطبعا هنا عند تصريف الفعل أتى إلى المضارع أنتي تأتي أنتما تأتيان هم يأتون وأنتم تأتون تأتيان هذا هنا قادم فاعل وتفتح تفعل بالشدة في العين مقلامة مفعلة استفعالة استفعالة نعم هنا صافرة أحرف زيادة عنده الألف هذه ما تكتبت هنا الألف حرف زيادة دير صافرة الجواب هذا دير صافرة الألف ووزن ووزنها فعالة هذه فعالة تكتبت هنا ثم بك ليست حرف زيادة ووزنه فعالة إحمر حرف زيادة هي الألف والتضعيف إحمر الألف والتضعيف أو إحمر الألف هي همزة الوصل والتضعيف همزة الوصل والتضعيف إفعل إحمر هي إفعل ده سنمر إلى التراكيب إن شاء الله التراكيب قالوا لنا أكتب الأفعال التي بين قوسين كتابة صحيحة لن أدت وطبعا نصب ونفي لن تذهب قال لك عن تذهباني إذن عند دخول لن ماذا يقعوا الفعل مهم كملوا أكتبوا الأفعال بين قوسين كتابة صحيحة لن وهنا هنا تمشينا إلى فوق الطواري وهنا لن وعندنا تسعونا في الخير عي الأفعال الخمسة فيما يأتي يذهب نحدي الأفعال الخمسة يخرجان يتأخرون سارع تدخلين سؤال ثالث أتمم ما يناسب يضحكوا يضحكاني تضحكا تضحكاني البنتاني عند مشاهد الأفلام فكاهية هل يضحكون أم يضحكاني أم تضحكاني تختارون جواب صحيح ضع خطا تحت الأسماء الخمسة في الجملة التالية أذكركم الأفعال الأسماء الخمسة يد الفو ذو أبو أخو نعم ساعد أخاك واحترم حماك حتى تعيش مرتاحا إذن عن الصرع للأسماء الخمسة الطبيب ذو الاختصاص يجيد اختصاصه هنا أتمم ما يناسب ما الأسماء الخمسة سافر إلى الحج إذن يكون الفاعل سافر قلب على الجه نظف ماذا بالسواق حضر طبعا فأكرمه نعم من حضر حضر فأكرمهم إذن الآن سنمر إلى الإجابة الموالي نمر التراكي كتب تلمين هذه العبارة لكن ارتبق أخطاء صحح له جعفر بن أبي طالب هو بن عم رسول الله الكريم إذن جعفر بن عبد جعفر إذن مدام هذا ابنه مهم ستقوم بإنجاز صح ثم ابن رومي شاعر مشهور هنا أكتب ابنه في الفراغ محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حنبل أحد الأئمة المشهورين هنا ابن الأستاذ أنت يا ابن أمي لا تتأخر إذن الآن سنمر إلى الإجابة إذن أن يكتب شكايته سنقوم بشكلناها شفويا سنقوم بجمع المقاتل لحصول على حوار بين فاطمة وياسين فاطمة ياسين فلود يا فاطمة مرحبا بك فاطمة عن قيمة المواطنة يا ياسين سراني اليوم حديث أستاذنا أهلا بك في حياة المجتمع عن قيمة المواطنة ياسين والعمل الصالح في نكران الذات المواطنة تجلى إذن غير مرتبش فاطمة في المحافظة البيئة نعم يظهر ذلك والمشاركة في أجل المجتمع خذوا وقت لترتيب هذه المقاطع جمع المقاطع نعم للحصول على طبعا موضوع نعم اللولا ياسين مرحبا بك يا فاطمة فاطمة أهلا بك يا ياسين سراني اليوم الحديث أستاذنا في حياتي المجتمع عن قيم المواطنة حديث الأستاذنا عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع هنا ياسين المواطنة تتجلى في نقران الذات والعمل الصالح فاطمة نعم يظهر ذلك في المحافظة على البيئة والمشاركة في أنشطة المجتمع نعم سنرى هنا مرحبا بك يا فاطمة أهلا بك يا ياسين سيراني اليوم حديث أستاذنا عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع في حياة المجتمع نعم أشغال هو طبعا المواطنة تتجلى في نقران الذات والعمل الصالح نعم يظهر ذلك في المحافظة على البيئة والمشاركة في أنشطة المجتمع طبعا ترقبوا اللغة الفرنسية عما قريب إن شاء الله ترجمة نانسي قنع